خسارة متوقعة للثروة السمكية بسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات تحذيرات أطلقتها وزارة الزراعة والموارد المائية نتيجة قلة وانخفاض مناسب المياه الواردة من دول المنبع الذي سيعرض هذا القطاع إلى التراجع في الانتاج المحلي جمعية الأسماك الله يكون في عونهم عندهم معاناة كبيرة جدا نتيجة شحة المياه ولديهم مشاريع كبيرة جدا اتعرضوا إلى خصائر كبيرة نتيجة هذا الانحباس بالأمطار وقلة واردات المياه الوزارة على تواصل تام مع وزارة الموارد المائية لاستدامة هذه المشاريع تكونها أنصر أساس في تحقيق الأمن الغذائي لا شك تناقص المياه له دهر كبير على القطاع الزراعي سواء النباتي أو الحيوان وبالتالي مثل ما أثر على خطة زراعية سيؤثر أيضا على الانتاج الحيواني وخاصة الأسماك اليوم المئات من الأقفاص العامة سترفع من مجرى النهر باعتبار اليوم تناقص المياه لدور كبير في مجال الأسماك وبالتالي لدينا مخاوف كبيرة من تؤثر ذلك على المخزون السماكي وبدورهم أكدوا مربو الأسماكي أن هذا القطاع سيواجه أزمة أخرى إلى جانب نفوق الأسماك الذي أثر بشكل كبير على المنتج المحلي بعد ظهور الفيروس المشكلة إحنا وين بالفيروس السباية المزرعة؟ الفيروس ده يطحن بها أذاها كل شيء نستلي بقى تقريبا حدود 15% من الكمية الأصلية كل اللي موجود مات خلاص أكيد تتأثر إذا نزل مستوى المي بحيث أن الطوافات بعد ما ترفع الأقفاص أكيد تتأثر نريد قانون يحمينا نريد نستقرحنا ضمن القانون ضمن سقف الدولة كم وربيين وكم وانتجين نحتاج دعم نحتاج دعم بالإعلاف نحتاج دعم بالمواد الداخلة بالصناعات الإعلاف نحتاج دعم من الدولة وهذا الدعم ما موجود لأن الغالبية الساحقة هي غير مجازة ملف المياه يعد ركيزة أساسية لديمومة النشاط الزراعي ونمو جميع قطاعاته لا سيما تأثر الخطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية